في حين يقبع في السجون الحوثية المئات من المحتفلين بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة في ذكرها الثانية والستين بينهم صحفيون وإعلاميون غابت المنظمات الحقوقية والإنسانية وحضر السجن والسجان المتمثل في العصابة الحوثية في تعذيب الصحفيين وقادت الرأي في أقسامها المختلفة مصادر محلية كشفت أن العديد من الكتاب والصحفيين تم اعتقالهم كونهم كتبوا ابتهاجاً بالثورة السبتمبرية الخالدة وتعرضوا لأنواع أشكال التعذيب وصلت حد السعق بالكهرباء والتعذيب الجسدي المختلف حيث تم نقل أحد الصحفيين إلى العناية المركزة بعد تعرضه إلى جلدة دماقية بسبب التعذيب والتحقيقات المبالغ فيها وتستمر الميليشيا الحوثية في إخفاء العديد من الصحفيين رغم مناشدات الأهالي بالكشف على المصير أبنائهم المجهول منذ بداية سبتمبر الفائت وفرضت الميليشيا الحوثية تشديدات ورقابة مستمرة على الكتاب والصحفيين الذين كتبوا على الجمهورية وإنجازتها وأجبرت آخرين على الكتابة حول نكبة الواحد والعشرين من سبتمبر وحاولين طمس الثورة المجيدة من عقول الأجيال القادمة من خلال تقييد الحرية والرأي والرأي الآخر كأسلوب ترهيب اعتدت عليه الميليشيا منذ دخولها صنعا بقوة السلاح وغيبت القانون والدستور الذي كفل للمواطن حرية التعبير السادس والعشرون من سبتمبر مناسبة اتخذت منها الميليشيا الحوثية قطاء لسجن واعتقال كل من يخالفها الرأي تحت مبرر التخابر وعملت على تلفيق تهم سياسية كيدية لتضاعهم في سجونها دون اكتراث للرأي العام ومعاناة ذويهم